يقول داود اوغلو ماهر تكمل المشكلة في جهل المسلمين اذ ان المجتمع الواعي لا يسقط ابدا في مخططات الدجال اعطي نسم بلد لم تسقط فيه من نرويج الى دنمارك وحتى بريطانيا موطن وقلب الدولة البريطانية العميقة فالشعب البريطاني مطحون فحتى هؤلاء يقعون تحت هيمنته انك تشهد قوة الشيطان حاولوا تنفيذ انقلاف تركيا وتحول جنوب شرق تركيا الى حمام من الدماء ان الشعب التركي اعتبر مجتمعا واعيا ايضا والشعب الامريكي ايضا مجتمع واعيا الى ان الذجال جعلهم خاتما في اصبعه لقد جروا الولايات المتحدة الى الحرب في العراق وفقد الجنود الامريكيون رشدهم ينتحر كثير من الجنود كل يوم فالجيش الامريكي لديه اكبر معدل انتحار في العالم وهذه النسبة تزداد تدريجيا كل يوم يعتبر هذا مثالا على شراسة واثم الدجال لقد جعل مجتمعا واعيا مثل المجتمع الامريكي يقع تحت سيطرته مستخدما اياه في كل العالم ليجعله يشيد قواعد منشآت عسكرية لقد جعل الشعب الامريكي يعاني من اضطهاد مريع يعيش الشعب الامريكي في بؤس لقد صاروا معدمين فحركة الدجال تستخدمهم باعتبارهم القواعد الامامية وباعتبارهم جيشه الشخصي بعبارة اخرى يعيش الشعب الامريكي حياة فقيرة والكل يعرف هذا يوجد كثير من المشردين والجوع في الولايات المتحدة فالفقر المدقع مستشر لانهم وقعوا تحت هيمنة الدولة البريطانية العميقة والعالم باسره مضطهد عن طريق هذه القوة تستغل الدولة البريطانية العميقة الفرنسيين والشعب البريطاني ايضا وحركة الدجال هي التي تحكم العالم باقل قوة فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا في الاحاديث اذ قال انهم سوف يخضعون العالم بقوة طفيفة الا ان حركة الدجال تستمتع بنفوذ هائل فهي تستخدم المناثقين ويدعمها شيطان اشتركوا في القناة